مساران مسار مثلما يقول دعاء التوسل يا سادتي وموالية إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله هذا المضمون يتكرر في أدعية التوسل ويتكرر في أدعية قضاء الحاجات ويتكرر في أدعية الزيارات حينما تزورون الأئمة فتقرؤون في أدعية الزيارات هذه المضامين هذا المضمون مضمون صحيح أجازه الأئمة لنا أن نتوجه إلى الله تعالى بهم ولكن المضمون الأكمل هو أن نتوجه إليهم على سبيل المثال هذه زيارة من زيارات الحسين إنها الزيارة الثالثة زيارة نصف من شعبان أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب الحسين فيها أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك الخطاب مباشر للحسين نحن قصدنا الله فتوجهنا إليه فتوجهنا إلى الحسين أودعك شهادة مني لك يا حسين ماذا يترتب عليها تقربني إليك أنا أريد أن أتقرب إليك تقربني إليك في يوم شفاعتك تذكروا تذكروا ما جاء في مقدمة زيارة آل ياسي إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا إلى آخر الزيارة الشريفة لكننا إذا ما تدبرنا في الزيارة الشريفة فإن الإمام يوجهنا أن نتوجه إليهم في نفس زيارة آل ياسي حينما تقول الزيارة هكذا مخاطبة الحجة بن الحسن وأشهد أنك حجة الله ثم ماذا تقول الزيارة الشريفة أنتم الأول والآخر هذه العبارة تشير إلى أن التوجه الأكمل هو هذا صحيح أن التوجه الأول أن نتوجه إلى الله بهم أجازه الإمام لنا العقول مراتب القلوب مراتب المعرفة مراتب هذا أمر واضح في ثقافة الكتاب والعترة لكن الإمام بأسلوب معاريض القول ولحن القول وجه أنظارنا إلى أن المرتبة الأكمل أن نتوجه إليهم وأشهد أنك حجة الله الخطاب مع إمام زماننا أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر يعني أن العقول باتجاهكم أولا وآخرا أن القلوب باتجاهكم أولا وآخرا أن الأرواح باتجاهكم أولا وآخرا وأن الأجساد كذلك باتجاهكم أولا وآخرا وأن كل شيء باتجاهكم أولا وآخرا أنتم الأول والآخر العبارة واضحة واضحة جدا ولكن هناك مساران هناك من الشيعة من يتوجه إلى الله تعالى بهم وهذا التوجه توجه صحيح أذن به الإمام وهناك التوجه إليهم فحينما أشكل على الزيارة الجامعة الكبيرة أنا لا أشكل على مضموني ومن قصده توجه بكم هذا المضمون صحيح إنما أشكل على أن الزيارة هي القول البليغ الكامل لا يمكن أن تكون العبارة هذه قد وردت فيها لا بد أن يكون المضمون مضمونا بليغا كاملا وهو هذا الذي أشير إليه والذي قد ورد في نسخة الزيارة الجامعة الكبيرة في كتاب العيون في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم ومن قصده توجه بكم المضمون صحيح لكن الذين أقحموه في الزيارة أقحموه تحريفا تلاحظون أن منهج لحن القول لا يستقيم مع التحريف هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الطريقة التي عليها الأصوليون أن يستعملوا الأسانيذ طريقة شيطانية الطريقة التي عليها المحدثون أن ينقل أي شيء ما دام نقله المحدثون فهذه طريقة غبية لحن القول هو المنهج الذي يميز الحقائق وأقول للذين تابعوا برامجي عبر السنين أعتقد أنهم قد تلمسوا هذه الحقيقة تلمسوها على طول الخط نحن نقرأ في دعائي الندبة الشريف نقرأ صيغة وعبارة واضحة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء العبارة واضحة وصريحة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء لا أعتقد أنني بحاجة إلى شرحها فهي تأتي منسجمة ومنسجمة جدا مع قول وهو قول الزيارة كما في نسخة عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه ومن قصده توجه إليكم في سورة البقرة في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله يعني أننا نتجه إلى وجهه فأينما تول فثم وجه الله ليس هناك من نقطة لا نتوجه فيها إلى وجهه الآية واضحة اجمعوا بينما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الدعاء الدعاء يتحدث عن أن الأولياء في حالة دائمة في كل أحوالهم يتوجهون إلى إمام زمانهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في كل أحوالهم في ليلهم ونهارهم في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وعباداتهم في كل شيء أصلاً لا ينطبق عليهم عنوان الأولياء إلا بالتوجه إلى إمامهم لأن الدعاء ميز بين مجموعتين الدعاء نفسه ماذا قال قال أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك مجموعة مجموعة الأعداء ومجموعة الأولياء أين معز الأولياء ومذل الأعداء بعد ذلك بيّن لنا من هم الأولياء ومن هم الأعداء فشرح لنا تعريف الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذن الأولياء هم الذين يتوجهون إلى إمام زمانهم وهذا التوجه ليس مقيدا هذا التوجه مفتوح في السر والعلن في الظاهر والباطن في العقائد والعبادات في الليل وفي النهار في الدنيا وفي الآخرة في كل شأن من شؤونهم الأعداء من هم إننا نعرفهم حينئذ بعملية المضادة تعرف الأشياء من أضادها فالأولياء هم المتوجهون إلى وجه الله الأعداء هم الذين لا يتوجهون إلى وجه الله وبقدر ما يتوجه الأولياء بقدر ما يصدق عليهم هذا العنوان من أنهم أولياء ويكونون في حالة بعد عن الأعداء وبقدر ما يضعف توجههم يكونون أبعد عن الأولياء وأقرب إلى الأعداء ما هذه المعاني هي المعاني المعاني الواضحة في التدبر في عبائر دعاء الندبة الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء من هم الأولياء الدعاء عرف لنا الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقدر ما يتوجهون بقدر ما يصدق عليهم هذا العنوان من أنهم أولياء بقدر ما يضعف هذا التوجه بقدر ما يكونون أبعد عن هذا العنوان وأقرب إلى عنوان الأعداء خذوا هذا المعنى وضعوه بجنب الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة من سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علي فأينما تولوا فثم وجه الله ماذا يقول أمير المؤمنين الذي بايعناه في الغدير على أن نأخذ التفسير منه صلوات الله عليه هكذا قال لنا رسول الله فوالله رسول الله هو الذي قال لنا في بيعة الغدير قال لنا هكذا فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ورفع أمير المؤمنين فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ورفع الأمير لا يوضح تفسيره إلا هذا وعلى هذا بايعنا ألا لعنة على حوزة الطوسي التي نقضت بيعة الغدير وفسرت القرآن وفقا للمنهج العمري ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على تفسير مراجع حوزة النجف وكربلاء ألا لعنة على فضائياتهم التي تنقض القرآن وتنقض بيعة الغدير وتنقض دين محمد وآل محمد ببرامجها القذرة النجسة ألا لعنة على فضائياتهم ألا لعنة على حوزاتهم ألا لعنة على مدارسهم ألا لعنة على تفسيرهم ألا لعنة على منهج حوزة النجف من أوله إلى آخره ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرس طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة مئتين واثنين وخمسين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بصدد الآية أنا أقرأ من حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة أمير المؤمنين هكذا يقول يتحدث عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله كلامه واضح إنها الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة البقرة وهم وهم الحديث عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله الأمير مستمر في كلامه هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة النظرة الغيبة فترة الانتظار فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا التفسير هو الذي بايعنا عليه نحن بايعنا على أن عليا يفسر القرآن لنا فقط مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في عقد بيعة الغدير فوالله لا يوضح تفسيره تفسير القرآن إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيده ورفع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأمير هو الذي يحدثنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وهم وجه الله يعني إذا قصدنا الله إلى أين نتوجه نتوجه إلى وجهه ومن قصده من قصد الله توجه إليكم لأنكم وجه الله القرآن هكذا يقول فأينما تولوا في جميع الاتجاهات المادية والمعنوية السرية والعلنية الظاهرية والباطنية فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله صلوات الله وهم وجه الله محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة عند انقضاء الغيبة فيملأ الارض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اجمعوا بين هذا القرآن ما جاء في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله وما جاء في تفسيرها الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وما جاء في زيارة آل ياسين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا وأشار إلى المضمون الثاني أنتم الأول والآخر في جوف الزيارة الشريفة أشار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإذا ما ذهبنا إلى سورة القصص وإلى الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية فيها وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ هم يقولون في تأويلهم لقرآنهم نحن وجه الله زيارة الحسيني التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل وهي الزيارة الثالثة من الزيارات المخصوصة بحسب ترتيب مفاتيح الجنان ماذا نخاطبه وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا الزيارة التي قرأت منها أودعك شهادة مني لك يا عسين تقربني إليك في يوم شفاعتك الخطاب الخطاب موجه إليه بنحو مباشر ولذا فإن الزيارة تتحدث بهذا اللسان وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا ألا لعنة على علم الرجال تلاحظون منهجية لحن القول إنها منهجية محمد وآل محمد كيف تنسجم النصوص كيف تتعانق الآيات مع الروايات مع الأدعية مع الزيارات مع منطق العقل السليم مع الذوق الأدبي الرفيع تلاحظون المعاني تأتي منسابة إنسيابا ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجاف إنه المنهج الذي دمر عقائدنا ودمر أحاديث أهل البيت ودمر العقل الشيعي حول الشيعة إلى حمير يركبون على ظهورها هؤلاء الثولان الذين يقولون إنهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء الأغبياء وكأن صاحب الزمان لم يجد غير هؤلاء الأغبياء وغير هؤلاء الحمير كي ينصبهم نوابا عن كذابون دجالون حقراء سفلة منهجهم دمر ديننا ودمر عقائدنا ولا زالوا يصرون عليه هؤلاء السفلة أعود إلى سورة القصص وإلى الآية الأخيرة منها وهي الثامنة والثمانون بعد البسملة ولا تدعو مع الله إلها آخر إنه إله واحد لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه وحينئذ لا بد أن نتوجه إليه ماذا تقول الآية في آخرها له الحكم وإليه ترجعون نحن لا بد أن نتوجه إليه إلى أي جهة نتوجه إلى وجهه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء كل شيء هالك إلا وجهه المضمون هو هو في سورة الرحمن في الآية السادسة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة كل من عليها فان كل من على صفحة الوجود كل من عليها فان ويبقى 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 وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال وصف للوجه لأن كلمة ربك جاءت مجرورة ويبقى وجه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف إليه جر بالإضافة ذو من الأسماء الخمسة أو الستة على اختلاف الآراء ترفع بالواو فهي صفة لوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فسبحانه وتعالى ما وصف نفسه بذي الجلال والإكرام وصف وجهه قرآن بين أيديكم واضحاً صريحاً كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ما قال ذو الجلال والإكرام قال ذو الجلال والإكرام صفة للوجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنهم هم أين وجه الله الذي إليه إليه يتوجه الأولياء ومن قصده توجه إليكم وليس بكم هذا هو القول البليغ الكامل نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عن من يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر في الآية الثمانين بعد المئة من سورة الأعراف بعد البسملة وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ بِحَسَبِ ثَقَافَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ يَمِيلُونَ بِهَا عَنْ حَقَائِقِهَا حينما يجعلون أسماء الله في ألفاظ وليست في حقائق محمد وآل محمد لا أريد أن أتناول الآية الكريمة وإنما بشكل إجمالي أمر عليها وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول ومن كتاب التوحيد طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 164 الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا ماذا قال إمامنا الصادق قال نحن والله نحن والله الأسماء الحسنة التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هذه الأسماء الحسنة التي نتوجه إليها ونتوجه بها ونرتبط بها ونعود إليها أولنا معها وآخرنا معها نحن والله الأسماء الحسنة التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هذا اختصاص الشيخ المفيد وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 223 من حديث طويل رواه محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه أقرأ منه موطن الحاجة فقلت من الذي يقول جابر الأنصار يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله فما تقول في علي بن أبي طالب فقال ذاك نفسي قلت فما تقول في الحسن والحسين قال هما روحي وفاطمة أمهم وابنتي يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها أشهد الله أشهد الله أني حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم يا جابر رسول الله يقول لجابر العنصاري يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه ادعو الله ليس توسلا أسماؤهم أسماء الله يعني أن التوجه إليهم فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل أسماؤهم أحب الأسماء الرواية دقيقة يعني أن التوجه إليهم يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك سيقولون لكم النبي يقصد التوسل بهم التوسل بهم صحيح لكن الرواية لا تقصد هذا هناك روايات أخرى تتحدث عن التوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى قلت لكم قبل قليل مساران أن يتوجه الشيعي إلى الله بهم هذا مسار صحيح لكننا هنا بصدد الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل القول البليغ الكامل أن نتوجه إليهم ومن هنا فإن قراءة الزيارة ومن قصده توجه بكم هذا تحريف لمضمونها وتحريف لكلام إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يا جابر يا جابر يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل أعتقد أن المضامين واضحة والآية واضحة أيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين إنهم مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة النجف وكربلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم مع أنهم حرفوا وحرفوا لكن أئمتنا وضعوا لنا منهجا إنه منهج لحن القول وضعوا لنا منهجا إنه منهج المعاريط إذا ما تمسكنا به فإننا سنكتشف الحقيقة سنصل إلى الحقيقة إنه منهج بيعة الغدير الذي بايعنا عليه إذا ما كنا أو فياء لبيعة الغدير فإننا لن نخاف على ديننا ما إن تمسكتم بهما ما إن تمسكتم بهما بالكتاب وبالعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أفتا لماذا ضل مراجع حوزة النجف وكربلاء ولماذا ضللوا الشيعة معهم لأنهم لم يكونوا أوفياء لبيعة الغدير لم يتمسكوا بالكتاب والعترة معا هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع المرجعية الشيعية وهذا هو واقع حوزة الطوسي ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على حوزة النجف من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم حتى إذا أردت أن أغضى الطرف عن نسخة الزيارة الجامعة الكبيرة في كتاب عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم إذا أردت أن أغضى الطرف عن هذا النص لا شأن لي به وإذا أردت أن أغضى الطرف عن أن الزيارة يفترض فيها أن تكون قولا بليغا كاملا فلا بد أن يكون منهج الارتباط بهم منهجا بليغا كاملا ومن قصده توجه إليكم حتى إذا أردت أن أغضى الطرف عن هذا الأمر أيضا وإذا أردت أن أغضى الطرف عن ما جاء في زيارة آل ياسين وما جاء في دعاء الندبة وما جاء في آيات القرآن الكريم في الآيات التي تلوتها عليكم في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة أو في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة من سورة القصص أو في الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين كذلك بعد البسملة من سورة الرحمة أو في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وما قرأت من الروايات والأحاديث والزيارات إذا أردت أن أغضى الطرف عن كل ذلك فإن العبارة لوحدها لن تكون مستقيمة مع هذا التحريف من أراد الله بدأ بكم من أراد الله كيف نريد الله نريد الله حباً واعتقاداً وولايةً نواليه من أراد الله كيف نريد الله إننا نحبه نواليه نعتقد به هذه إرادتنا لله سبحانه وتعالى من أراد الله بدأ بكم البداية منهم أي إذا إذا تحدثنا عن حب الله فإن البداية منهم إذا تحدثنا عن الاعتقاد بالله فإن البداية منهم إذا تحدثنا عن ولاية الله فإن البداية منهم من والاكم فقد والى الله ويعاكسه ومن عاداكم فقد عاد الله من أحبكم فقد أحب الله ويعاكسه ومن أبغضكم فقد أبغض الله من أطاعكم فقد أطاع الله ويعاكسه ومن عصاكم فقد عصى الله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله يعاكسه أيضا من لم يعتصم بكم فإنه لم يعتصم بالله من توجه إليكم فقد توجه إلى الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ومن لم يتوجه إليكم فإنه لم يتوجه إلى الله من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله هذه المضامين بديهية 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 في ثقافة العترة الطاهرة في زياراتهم في مناجياتهم في أدعيتهم في صلواتهم في كل رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم هذه بديهيات هذا هو الذي تعني هذه الكلمة من أراد الله بدأ بكم نريد أن نحب الله علينا أن نحبهم نريد أن نوالي الله علينا أن نواليهم وهكذا فإذا كانت الجملة هذا معناها من أراد الله بدأ بكم فكل شيء يبدأ منهم ماذا يأتي بعد ومن وحده قبل عنكم التوحيد هو أساس المعرفة المعرفة نأخذها منهم التوحيد سيكون فرعا وهم الأصل ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين ألا لعنة على عقائد الطوسي ألا لعنة على عقائد مراجع حوزة النجاف ألا لعنة على العقائد التي تدرس في حوزة النجاف ألا لعنة على منظومة العقائد التي جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة أتحدث عن منظومة أصول الدين الخمسة إنها منظومة الضلال ألا لعنة على هذه العقائد عقائد محمد وآل محمد هي هذه في القول البليغ الكامل ولذا لم يتحملوها حرفوها ولكن فليحرفوا إن منهج لحن القول قادر على أن يكتشف تحريفهم وضلالهم هؤلاء الأوباش هؤلاء الأغبياء الثولان هؤلاء الحثالة منهج لحن القول المنهج الحارس لثقافة محمد وآل محمد إنها الحماية الذاتية الداخلية التي جعلها محمد وآل محمد في قرآنهم وحديثهم هذا هو منهج الأمان والتأمين من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فرع من فروعكم يا أيها الأصول أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر إذا كان التوحيد فرعا منهم والبداية في كل شيء بهم فكيف يصح أن نقول ومن قصده توجه بكم كيف يصح الكلام إذا كانت المضامين المتقدمة بهذا البيان الذي شرحته لكم كيف يصح أن نقول ومن قصده توجه بكم فنعود إلى الوراء ومن قصده توجه إليكم لأن العبائر هذه تقودنا بشكل سيابي إلى هذه النتيجة القضية واضحة هذا هو منهج لحن القول إنه منهج الوضوح لأنه يعتمد على ركنين أساسيين على قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتلك هي بيعة الغدير التي نقضها الطوسي سود الله وجهه ومن جاء من بعده من المراجع الثولان الأغبياء إلى يومنا هذا هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر